ازايكم عاملين ايه? كلمتين كده بخصوص الدولار والاصعاب والصحة ان احنا نعمل ايه واللي بيفكر يشتري ايه يعمل ايه وكده. اولا في معلومة غلط قوي ناس كتير بتكلمني فيها وبتجادلني للاسف ان سعر الدولار الجمروكي ستاشر جنيه الحاجة مفروض والعربات وكده مفروض ما تزدش. الحقيقة يا جماعة اتمنى ان الحاجة ما تزدش والله العظيم. بس الحقيقة ان احنا برضو لازم نكون واقعيين وما نضللش حد في ايه معلومة. الدولار الجمروكي بستاشر جنيه معناها ان التعريفة الجمروكية لما تيجي تحاسب جوه الجمروك هتحاسب على ستاشر جنيه لقيمة الجمروك بس يعني المبلغ بتاع الجمروك لكن مش تمن الحاجة. زيت كمان ان ستاشر جنيه ده متثبت للسلع الاساسية مش للعربيات ولا لأي حاجة من الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها. تاني حاجة انت النهاردة لو معك عربية مستعملة انصحك بكل صدك وامانة يعني ان انت ما تغيرهاش دلوقتي خالص لان السوق متلخبط بطريقة غريبة وعجيبة والناس كلها للأسف يعني اي زيادة هتسمعها هتلاقي الناس معها حق فيها فنصحتي لحضرتك ان انت لو معك عربية ومبيحك او محتاجها الصيانة اعمل لها الصيانة واستماري بها الفترة دي ما تغيرهاش نهائي. تاني حاجة لو انت محتاج فعلا عربية ومش معك اساسا وهتحتاجها ادوري في شغلك روح اشتري النهاردة ما تستناش. وحاول تدور على الحاجة تكون قيمة مقابل سعر يعني. طبعا وسط الغلوة ده برضو ممكن تلاقي ماركات الحد اللي ما عندها ركوت شوية رغم انها تكون عربية كويسة بس مش مسمعها قوي في السوق. روح اشتريها وانتك كسبان. آآ بعد كده لو حد مضطر ان هو يبيع عربية مستعملة. الحقيقة لازم تبقى واعي ان الاصعاب اتحركت لفوق. ما تبقاش آآ مستعجل وفرحان ان انت بتبيع عربية والسلام علشان بعد كده ممكن تندم ندم كبير. هتمنى ان الموجة اللي احنا فيها دي يعني ببنا يسترع علينا كده. ونصيحة لكل الناس ان انت حاول آآ تكون آآ يعني تتقل لكده وتتصدق في الايام اللي احنا فيها دي منها سواب ومنها ان ربنا يا فجأة علينا ان شاء الله كلنا. ونشوفكم في فيديو جديد وربنا يعديه على خير كده ان شاء الله. سلام عليكم.